محلياً نظم سكان بلدية مزرانا بولاية زيوزو وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة تيكزيرد تنديداً بسوء الخدمة والنقص الحاد في الإمكانيات على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية الأمر الذي تسبب في وفاة الطفلة شهناز البالغة من العمر 13 سنة على خلفية حادث مرور حيث تم نقلها إلى مستشفى الولاية لتلقي الإسعافات تقرير الزمير عمر حمامي بعد حادث المرور الشنية الذي أدى بحياة الطفلة الزوك شهناز البالغة من العمر 13 سنة أقدم سكون قريتها إيهرغيرس والقرى المجاورة ببلدية مزرانا على القيام بوقفة احتجاجية على مستوى دائرة تيكزيرد مطالبين بتحسين مستوى الخدمات الاستشفائية بمستشفى الدائرة الذي عرف التدهور مؤخراً حسب رأيهم هذا ما أشتغل في الفقره بلدية جسد يتقلن بفوضة الحمامي يتقلن بفوضة الحمامي لا يستطيع فعل الناس لأنه يتقلن بفوضة الحمامي لا يستطيع فعل الناس هذا وقد أكدت مديرة مستشفى الدائرة عن تقديم جميع العلاجات الأولية اللازمة وتم تحويلها إلى مستشفى الجامعي بيتسيوزو أين لفظت أنفسها الأخيرة قام هذا الطاقم الطبي على مستوى المؤسسة بتقديم الإسعافات الأولية والاستعجالية للطفل الشهينز نفس ساعة بعد ذلك قرر الطاقم الطبي المختص بتحويل هذه الطفلة إلى المستشفى الجامعي لتزيوزو باعتبار أن المصلحة المختصة لأخذها بعين اعتبار غير موجود فيها على مستوى مؤسستنا الصحية هذا وبعد الاجتماع الذي جمع المواطنين ومدير الصحة بولاية زيوزو تم المصادقة على إرسال المحققين للتحقيق في قضية وفاة الطفلة الشهينز إن لله وإن إليه يراجعون